السلام عليكم البالي خرجوا المغرب و ام المس السلام عليكم بجناس اشتركوا اشتركوا في القناة يجب أن امرعهم واحد يتحدث يتسخر ويخرج دائر ها لكماما ها هي عباد الله ها هي شتوا يخرج دائر ها دي عباد الله الله يرحم مالديكم الله يخلي لكم صحيحةكم واش حنا غنكونوا حسن من سيدنا مالك البيلاد واشفتو اليوم تفرشتو في التلفاز واشتوه فاش استقبل الوزارة واستقبل كل شي دائرها سيدنا ودائرها كيفاش هو وحامي راسو تعلمو تقدمو الله يجزيكم باخير الله يرحم مالديكم ما بغاني المغربين يرحمك ان الداخل المجرس الكغيرة اضطوا إلى هناك للمسكر واناونا التقدمو نحن نخافي لكم واناونا معنا واناونا قلع bolts اهمية مالك منذ عبادات كم مالون الله يرحم مالديكم واناونا يجزيكم باخير ديوركم واناونا تتخفر الى خرج يدير القمامة خذ مهاج Din hammad تعلموا وعيناء راكم سأرى اختي يومان سأهاجع سأذىsstام الرضاقة اشتركوا في القناة 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 انتظر اخوتي كانت تعالج فاس ومن فاس مشات الكازا وبنت 18 عام ومن كازا اخوتي كانوا يركبوا لها قد كواحد السيرو يومين كتغيب لا تعقلش على رصدك السيرو يبقى يومين في الجسم ناضت مسكين ام هالي مربيها فاش مقابلها في السبيطار في كازا قال لي يا طبيب تقدر هذه البنت إلا غات عيش ما غاتكونش كتولد قد وان بغيت غابنتي تعيش الام اللي مربيها مسكين المركش يالله يرحمه وقتك حتمها زهرة بقات فيها ابنت هذيك الساعة قد كي الوحيدة اللي اعتقتها في المرض ام زهرج بدات لويز من العنق وعطته لابعت وقت لابني تعاوني به راسك مشات المأساة اخوتي ديال السرطان ومرضات بديع وتعدبات ومن بعد لمرض اخوتي كيتوفى القابل ربها وكيوقع مشاكي العائلية وكتخرج بديع بداك مرض سرطان كتحبس الدواء وكتخرج تقاوم الحياة باش تعيش يوم هالي رباتها ولا تباديع اخوتي كتمشي للفابريكة الخياطة وكتخدم مسكينة وكتعدب وكتجري حتى تزوجات ومن التزوجات رب يرزقها بالابناء سبحان الله العظيم ولكن اخوتي من ذاك العهد الدابة مبقاتش كتتعالج دبرها مريضة اخوتي بدك المرض سارة ترى مريضة زائدة اخوتي نقول لكم بأنها مريضة عندك تئابة اخوتي وهي كتعصب ضغياء وتقدر قتلك في اي لحظة مسكينة تغوت وتخاصم ولكن في الداخل ديالة والوفون ديالة الداخل هي مزيانة مشيشي وحدة اللي حقودة هي بغات خوتها ولكن خوتها مبغواش قتليش غاديندير شوف كي نازلين عليها المهم امي زهرة إلا كتسمعي هالفيديو ديالي وإلا سمعتيني عافك امي زهرة عيطي البنتك بديعة بنتك بديعة كتبغيك بنتك بديعة بكاعت عليها شوف اخوتي راه لي ما عرفش قصة بديعة وما سمعهاش وما يرحم مالدكم ما يبقى شيدوي انا راه ما قديتش نقولها كاملة قصتها صعيبة قصتها وقسموا بالله بحل أهل في ليلة وليلة عدام حشوما عار أنا عرفت أختكم داز على هادشي كامل ونازلين عليها دابة والله العظيم يلا عار عار ربي ما غي يسمحش لكم وما غي يغفرش لكم انتوما مولد خمسة درهم نعلي الشيطان بديعة قالت صراحة إنه مولد اختمخ سمواله وقدبتيها وهي قالت الحقيقة اليوم ناضي إنسان كي يمرقك حتى انتي وكي يحشمك وكي يقول لك اللي عندك انتي وخعيش شي به من نص ديال القبيلة منع له الشيطان مباركة من الطمع مباركة من شوفوا سبحان الله العظيم إنسانة تعدبات من سنتين 18 سنة في الظهور دياله سرطان جوجات وولدات شوف تقلوله مع عمركة ولدي وسبحان الله ربي بغاها وعطاها الأبناء طلقات وتعدبات مع الولاد وقاصات وعنات وشحال ديال العذاب اللي عودتوا لكم تبكي واخوتي وتشي كله عند خوتها واللي سميتها مرة ومزغرة على أمها من خوتها تبديعت طلعت تكدبني طلعت تكدبني يحيد هذا الوباء نجي لكل وحدة فيكم في دارها ونمرقكم إلا طلعتوا كدبتوني تشي كله كاين وكين كتر منه كين شي حاجة اخوتي إلا سمعتوها والله يتيبكي لكم القلب العين تبكي بالدم مش الدموع علاجت لكم الدم مية أرادك شي اللي عود ليا الرجل ديال قبيلة قلت هاد شي بزاف وملي جات عودت ليا يتصلت بيا وهاد شي كتار من بزاف واخوتي ورا هي عدوها وعدو اللي كي يسعوا ويطلب ره ما كترداش هي قلتك أنا كيفاش خوتتي لباس عليهم كله مو كيسعوا علش كيسعوا علش كيطيحوا قلتك بالقيمة وحنا كنا قلتك لباس علينا ما خصنا والو المهم أخوتي الله يجزيكم باخير اللي عنده القناة ديال باديعة يدخل يواسيها وسوى الفان ديال يدخلوا عند القناة باديعة وسوى مسكينة لأنه رافك تيئاب والمرأة اللي كتحس بالمرأة واللي تتولد ومشت ربا ومرأة هو اللي غي يحس باديعة هتباديعة معاودة ليا أنا حسيت بيا أقسمه بالله أخوتي وهذا رمدان صعيب أخوتي صعيب ذاك شي اللي سمعت ما نقدش نقوله كامل ما نقدرش ما نقدرش وخاطتني التوريزاسي وخاطتني شي كامل قوليه أنا أعطيتكم علاقات هات واللي في قلبه الإنسانية في قلبه ضرت الإنسانية والإسلام يحس بادي المرأة حرام عليكم دفعت علاقتها ونطلها بشاراسها ذكر أختها عيرتها أختها تصالحت مع أختها مالكم ونيدين كديرين قناوات كتسبوا في أمرأة ما أعرفتوش قصته وحياته والعداب شا نقولكم أخوتي قسمان بالله العلي العظيم إلا أنا تأسفت تأسفت أختي باديعة قصة باديعة الحزينة من سنتين زائد 18 عام زائد دمم اللي كبرات وكوك عباد الله في نام الخوت وش هاكوك تقول الخاوة ممي زهرة تاصلي ببنتك باديعة را كتبغيك را تصلت بي في العاتف وكتبكي قد تقول لك أممي زهرة أممي زهرة را بنتك تحرمت منك بسانتين ورد بفل كبر قد قد تحت راسها على راسك تشوفش كله سابق أممي زهرة را غد دور ريام وغد القيعة بنيتك باديعة مسيكينا المهم أخوتي سمعوا هذا القيصة دي لذا الفيديو اللي قتليكم قولي ما تسيق را قاتلي قوليهم يشوفوا القناة ديالها را فيها قاتلك تليفون ديالها ديال أخت بديعة وتتاصلوا بأخوتي وسولوها وهي غد قوليكم وإلا سمعتوا لها غادي تبكيوا كتار ما بكيت أنا المهم أخوتي اللي يعجبوا الفيديو اعطني كومنتر واللي ما يعجبوش على خاطره ومن كذبش عليكم مني عجبو يدير أبوني يدير واللي عجبو يجمجمجمجمجمجم مني ما يعجبوش على خاطره حيث هذا القيصة كتألم اسلام عليكم أخوتي والله يهنيكم المسامحة إلا بقينا حيين ولا متنع الله يجازيكم بيخلي بغي يخرج يركب هذه للله يرحم والديكم ديروا القانون رح نبغيناكم رح نبغيناكم كل ما واحدة غنقول لك أختي بديعة أخوتك ما بغوكش في الدنيا وآنا ركي يقوليتي من هاد النهار أنت يقوليتي أختي ومن لغي حيداد الوباء أنا غنهى السيارتي وغنجي عندك وغادي نجيبك في البلاد اللي أنا كنعيش وغادي نتبع لك مع طبيب نفساني وغادي نديلك كونترول على المرض اللي عندك أنا كنواعدك من هاد الفيديو لمو يا مخوتي بسلام عليكم ولمو سامحة